اهلا بكم اصدقائنا بحلقة جديدة من برنامج العيادة انه ارده هنجاوب على سؤال هل القولون يسبب الام في اليد اليسرى ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب اهلا بكم والسؤال هو اعاني من الام في اليد اليسرى عادة ما يصاحب الام القولون عندي فهل هناك علاقة للقولون العصبي بهذا الام والاجابة هي نعم قد يرتبط الام في اليد اليسرى باعراض تحييق القولون العصبي وهي من الاعراض الاقل شيوعا حيث يمكن تصنيف الاعراض الاعراض اكثر شيوعا مثل الامساك او الاسهال او الخلط بينهما والانتفاخ والغازات والشعور بعدم التفريغ بشكل كامل وخروج المخاط مع البراز وهناك اعراض اقل شيوعا مثل اولا الم في الظهر او العضلات والرأس وقد يمتد هذا الالم لاحد الزراعين ثانيا اضطراب في النوم ثالثا زيادة عضل مرات التبول واخيرا التعب العام ولا يبدو الامر واضحا تماما حول الى التسبب كولون العصبي بالم اليد ولكن يبدو ان ذلك مرتبط بحساسية الدماغ المفرطة تجاه الالم مما يجعلك تشعر بالالم في اجزاء مختلفة من جسمك ومن ضمنها اليد كما ان هناك علاقة بين متلازمة القولون العصبي ومتلازمة الالم العضل التليفي ولكن انصحك بمراجعة الطبيب خاصة في حال تفاكم الالم او استمر لمدة طويلة حيث قد يكون الام يدك اليسرى مرتبط باسباب اخرى مثل اولا اصابة موضعية في اليد او اجهاد العضلات فيها ثانيا وضعية نوم خاطئة ثالثا ضعف الدورة الدموية رابعا اسباب اكثر خطورة مثل النوبة القلبية او الزبحة الصدرية خاصة اذا صاحبه الم في الصدر او الكاتف او الرقبة معضيك التنفس واليك بعض النصائح لتخفيف اعراض الكولون العصبي فيمكن تخفيف اعراض الكولون من خلال اتباع ما يلي اولا اتباع نمط غذائي صحي مثل التركيز على تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة ثانيا تجنب الاغذية التي قد تسبب تحييج الكولون ثالثا القيام بالتمارين الرياضية بانتظام رابعا الاسترخاء وتجنب التوتر واخيرا تناول مصادر البكترية النافعة او البروبيوتيك وفي نهاية حلقاتنا نتمنى لك دوام الصحة والعافية ولا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات اشتركوا في القناة